بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سبيل الله وعلى أليه وصحبه ومن ولاه وبعد فإن الإنسان معرض لأن يصاب بأوباء قد تنتشر بين الحين والآخر في كل مكان وفي كل زمان ولكن الإسلام لم يجعل الإنسان بعيدا عن فقه هذه الأمور بل جعل لها حلولا من حلوله صلى الله عليه وسلم لمثل هذه القضايا أن أرشد أمته ألا يورد ممرض على مصح كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى ذلك أن من كان قد أصيب بمثل هذه الأوباء كورونا أو أونفلونزا أو غيرها أن يمتنع من أن يعدي الآخرين لأن في ذلك يضرارا بهم ومن كان يتوقع من نفسه أن يضر الآخرين فإنه يحرم عليه أن يفعل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يضر الإنسان إنسان آخر فقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أي لا يجوز إنسان مسلم أن يضر الآخرين على سبيل الابتداء ولا على سبيل المقابلة كل ذلك منفي أو منهي عنه في الإسلام لأن المسلم أخ المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ومن ظلمه له أن ينقل إليه العدوى لأن هذه العدوى إذا انتشرت ستضر الآخرين نعم العدوى ليست مؤثرة بذاتها وإنما هي بقدرة الله عز وجل وبخلق الله عز وجل ذلك مدى عند وجود ذلك السبب فالعدوى سبب والفعل من الله تبارك وتعالى وينبغي للإنسان أن يبتعد أن يتسبب بأذية الآخرين بل ذلك واجب عليه حتى لا يؤذي المؤمنين والمؤمنات بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام من كان يحمل رائحة كريهة نهاه أن يأتي المسجد ليصلي مع الناس مع المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب أن مسايدنا يعني الثومة أو البصل لأن في هذه الرائحة أذية للآخرين فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب المسجد لأدنى أذى يتأذى منه المسلم وهو تلك الرائحة فما بالك إذا كان الأذى قد ينقل إليه مرضا قد يكون ذلك المرض مميتا إذا كان ضعيف البنية فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد أمته لأن لا تعمل أي شيء يضر بالآخرين ولو كان في ذلك أدنى ضرر فيتعين على المسلم إذا كان يحس من نفسه فيه إنفلوزة أو الفارو فيروس كورونا أو غيره أن لا يأتي المسجد حتى لا يتأذى الآخرون لأن الناس أمانة عنده وهو بذلك يضرهم بل قد عد العلماء فقهاء الإسلام عدوا من أعذار ترك الجمع والجماعات مثل هذه الأمراض نصوا في كتبهم الفقهية على أن من كان معذوراً بمثل هذه الأعذار من الأمراض أو الروائح الكريهة أنه معذور من ترك الجمع والجماعات وله أجر الجمع أو الجماعات وهو في بيته يصلي في بيته وله أجر الجمعة أو الجماع إن لم يكن قد تسبب لتعطيلها بنفسه كأن كان تعمد أن يأكل الروائح الكريهة حتى يعذر من ترك المسجد لا إنما كان إذا كان عفوياً أصيب بذلك المرض فإنه إذا جلس في بيته وصل في بيته فله أجر الجمع والجماعات كما الصحف الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأجعية التي ترفع الضر وترفع البلاء كثرة الاستغفار فإن الاستغفار يرفع الله عز وجل به البلاء ويرد به الأذاء عن المسلمين كما قال سبحانه على لسان الهود وقلت يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولهوا مجرمين وقال على لسان الهود فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يعني رزقا كنية عن الرزق ونعم الله تبارك وتعالى فالاستغفار يرفع البلاء والاستغفار يحب المرأة إلى ربه سبحانه وتعالى ويجعله محبوبا عنده بقدرة استغفاره وإذا كان محبوبا عند الله عز وجل فإنه يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها كما صحى في الحديث القدسي فعلى المسلمين أن ينوبوا وأن يؤوبوا وأن يتوبوا إلى ربهم ويكثروا من ذكر الله عز وجل ويكثروا من الذكر ويكثروا من الدعاء الذي يرفع البلاء ويتضرع إليه فإنه سبحانه الله الذي يكشف السوء ويرفع الضر عن عباده وهو كما أن المرض هو من عنده سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وإذا مردته فهو يشفين فالمرض من قدر الله والشفاء بيد الله تبارك وتعالى فلا ينبغي الناس أن يقفلوا عن مثل هذه المعاني في مثل هذه الأوبئة أو مثل هذه الحالات النادرة التي تحدث بين الحين والآخر فضلا أن هذا هو منهج المسلم في جميع وقاته ولسيما في أذكاره صباحه ومسائه وعند دخوله وخروجه وتحصينه نفسه وتحصينه أولاده فإن الله عز وجل يدفع عنه الأذى بمنه وكرمه وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل هناك أمراض أكثر فتكا وأكثر أذية وإضرارا بالناس في سائر البلاد ومع ذلك لم تأخذ حظا من هذه الإشاعات السبب في ذلك أن هذه الإشاعات جاءتنا من بلاد من الآخرين وتلقيناها وصفقنا لها وخوفنا بها أنفسنا وخوفنا بها الآخرين لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك بل علي أن يتوكل على الله وأن يصبر على ما أصابه وأن يجعل هذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى يسلم ويرضى بل لو قدر الإنسان أن أصيب بذلك وقدرت له الوفاة فإن هذا طاعون والطاعون شهادة في سبيل الله كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي للناس أن يخافوا هذا الخوف المقلق وأن يجزعوا هذا الجزع الضار الذي أضر باقتصادهم وضر بحياتهم وضر باجتماعاتهم لا ينبغي أن يكون كذلك مع المؤمن أن يكون قوي الإيمان كبير التوكل كثير التوكل على الله حسن الظن بالله تبارك وتعالى فإن هذا هو الأولى بالمؤمن فإنه لا يزده لا تزده هذه المحن إلا ثباتاً على دينه وكمال اعتماد على ربه سبحانه وتعالى مما يقال في هذا الأمر أو في هذا الوباء براء الوباء كورونا أن من أنفع الأدوية له هو ما داع إله الإسلام من النظافة من ما شرعه الإسلام للمسلم من كمال النظافة في ملبسه وفي طعامه ومأوى في بيته وفي قسده ولذلك الإسلام شرع لنا الوضوء في الصروات كما قال صلى الله عليه وسلم مثل الصروات الخمس مثل نهر جار يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى عليه من درني شيء هذه من الأسباب المعقمة لمثل هذه الأمراض وتحميه وتقيه وكذلك نظافة البيت ونظافة الملابس ونظافة البيئة كل هذه من الأسباب التي تحميه وتقيه من هذه الأمراض والأوبئة وهي التي دعا إله الإسلام فالله جميل أن يحب الجمال والإسلام يدعو إلى النظافة كذلك مما ينفع الناس ويدفع عنهم الأذى ويدفع عنهم الضر ما يقدمه الإنسان لربه سبحانه وتعالى ففي الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا مرضاكم بالصدقة دعوا مرضاكم بالصدقة يعني أن الصدقة تدفع البلاء والصدقة هذه قد تكون خفية وقد تكون قليلة وقد تكون إذا وصلت إلى يد المحتاج فإن أثرها كبير وإن أثرها عظيم على مدى الحياة فعليك أخي المسلم إذا ما أردت أن تحمي نفسك وأن تحمي أولادك وأن تحمي بيتك ألا تنسى أن تقدم بين يدي نجواك ودعائك وبين يدي مثل هذه البلاء صدقة تقرب إلى ربك حتى يدفع عنك الله البلاء ويقيك من الأدواء ومن الأشرار والفتن فإن الصدقة يعني هي سراج المؤمن وهي حماية له فإن الصدقة الخفية تدفع غضب الرب سبحانه وتعالى وكذلك هي سبب من أسباب الشفاء كما ورد في العديد دعوا مرضاكم بالصدقة نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن والشرور والأوباء والأدواء وأن يحمي البلاد والعباد مما يحل بهم وما ينزل بهم بين الحين والآخر ومنه وكرمه وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لإجمال